بسم الله. ان شاء الله نشوفها بعض المثيلة لانتحانات وتا ديسك وخاص الريبيت وخاص الريبيت المعمارة. الاسئلة بتاعت وتا ديسك تواسهلة جدا مش مقصود بيها اللف والدوران وان الوحد ديسات والاستقصات والدرس خصوصية والحاجات ديات. لأ المقصود بيشوف انت بتمارس البرنامج ولا درسه نظري ومعندكش ممارس عملية ليه. تمام? يعني هو مسلا من الاسئلة اللي بتيجي. بيقول لك مسلا لو انت حطيت الباب كزا وحددتلي طايم معين. اللي حطة اليال فلانية. تمام? اه على مسافة مسلا متر من العمود دوت. تمام? هيبقى البين وبين دي. مجرد بس لو انت بجيت بالخطوات واحد اتنين تلاتة هتلاقي ان تي تلات معاك ما فيش هيا مشكل خلص. يعني على سبيل المسال ممكن يقول لي ايه? لو انت شفت الاخطاء بتاعت المشروع. هيبقى اني عمود هو اللي هيبقى فيه الخطأ رقم اتنين. العمود واحد وراح كتب لنا واحد. وكتب هنا اتنين وكتب هنا تلاتة وكتب هنا اربعة. انت بشوف اني واحد فيهم اللي هيبقى فيه المشكلة. طيب نمسك الخطوات واحدة واحدة. بيقول لي الاخطاء. الاخطاء يجبها منين? من منيج وورنينج. دي الاخطاء. طيب انا هنزل خطأ رقم اتنين. اعلم على وورنينج اتنين. تمام? اقول له شوه. تمام? بسم الله ما شاء الله. هو ده الخطأ. فده كان رقم واحد. ده رقم اتنين. ده تلاتة وده اربعة. خلاص. المكتوبة قدام في البرقة هروح كاتب فيه اللي جاوبة. دي رقم اربعة هي اللي هيبقى فيها المشكلة. ده مسال للأسئلة اللي اتجي. من دين الأسئلة برضو. ممكن يقول لي ايه? لو انت شغلت الورك ست. تمام? وخليتها وورك ست. العنصر ده هيبقى لونه ايه? تمام? اخضر ولا صفر ولا اللون دوت ولا سويد. تروح معلم عن اللون دوت. تمام? فهي الاسئلة كلها خطوة بسيطة. هو بمقسمها. لو مشت خطوة خطوة خطوة. بتصل الانتجة مزبوطة. لو بدأت من الاخر للأول. بتعرفش ازاي في ناس ايه بتغرر السؤال كده كتلة واحدة بتمشي خلاص. بتلاقي الجامعة ما تعالش مزبوطة. فهي احسن حاجة. نلاحظ دي ارى السؤال كويس. ويجاوب عليه. الوقت بتاعه كافي. الاسئلة كلها سهلة. ومباشرة ما شكل خالص. ما بش تعييد. لا الفكرة كلها ان هو بيشوف ممارستك البرنامج الدين.